لكن في الاخر هو بقدي دوله كمحامي هنا لكن اذا صح بص انا بالنسبة لس اليقين والصح اللي تصر قولوا واحد ليه دي البينة اللي قدامي خلاص ايه اللي يقول ونقلب كلنا واقسم بالله بما فيه مبرنف هي وبيما فيه محمد عبد الباصل ايه رأيكم بقى هي لمية وتمانين درجة لو اتحاد الكورة طلع صوت تاني غير اللي متصر يعني الناس لما بتجيب انفراد يا جماعة مش معناها انها بتعادي المصدر او معناها يعني انه لازم يعني عايز يولع في اللي جاب عنه الانفراد لا خالص يعني ان اتحاد الكورة طلع رسميا على صفحاته صوت تاني غير اللي وسرب انا بقولوك اول اللي هتحاول 180 درجة هم من الزملائنا اللي طلعوا الانفراد بتاعهم ده لانه في الاخر احنا كوننا عايزين الحقيقة هم عايزين الحقيقة وحنا عايزين الحقيقة ورأي اللي عم عايز الحقيقة في الاخر الحقيقة هي الاصل لكن اللي قدامنا اللي تصرب ده اللي قدامنا اذا صح وانا اشك يعني كابتل عادو بتكلم من خلال علاقته الصداقة اللي بينه من كابتل محمد عادو بقولك انا قلتلو انت سمعت في اتحاد الكور اصل قال لي لا لكن انا متأكد باللي قالو كابتل عادو خلق متأكد ده درجة صاحبك وعيش لو متعاطف معا اي عماشي تروح النيابة برضو ماشي يا ما ناس راحت النيابة ويا ما ناس عملت يا ما ناس شككت في اصواته في الاخر اخدت احكام برضو كل حاجة ونتيجة اخطأ في الاجراءات التسجيل كان مش بامر نيابة الله اعلم في مصاري القضية بعمل ازاي لكن انا بتكلم اتحاد الكور عنده اصل الموضوع التصريح بتاع كابتل جمال علم اللي نزل مبارح في القيارة 24 قال ايه فتح تحقيق لما عرفت المسؤول عن تسريب يا جماعة ربنا عرفو بالعقل المسؤول عن تسريب المسؤول عن تسريب مش المسؤول عن فابراكت ولكن ممكن بدل ما يقول كده اقول يا جماعة ايه التسريب ده كل الكلام ده غلط مصطحيح خلاص ويفر الباب ده بيأكد هو هنا جمال علم مش مهموم ان اللي اتنشر صح ولا غلط يعني مش بيشككنا في الاتنشر ده هو زعلان من اللي صرب يعني انا اللي بفهمه لو الفيديو ده غلط كان الكابتل جمال علم يبقى زعلان ان الفيديو غلط وازاي تتكلمه عن حاكم بالطريقة دي كان يبقى التصريح اللي ايه يقوله كده لكن ده الراجل بيقولك المسؤول عن تسريب ولا ايه يعني فالحقيقة يعني عشان بس الناس بتتعامل مع الاعلام كانوا عادوا من الاعلام شغلته يطلع الحقيقة ولما بينتقد بينتقد للتصويب ولما بينفرد بينفرد بحقيقة ومش هياخد زملاءنا العمل والانفراد ده مش هياخدوه يروحوا بين نيابة يروحوا بين الجهات الرقابية يروحوا بين لا 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 احنا مش اطرف في القضايا واحد تفتكر انا بفتح قضية على الهواء ببقى طرف فيه انا مش طرف انا بفتح قضية واعلن ما يعني اتحصل عليه من معلومات واخبار اللي احنا بنسميه في الشغل انا بتاعتنا انفراضات وفي جهات بقى مسؤولة بقى اللي اتحقق انا مالي انا مش طرف مش هاخد الموضوع انا كلمتي فيه او راح اعمل بلاغ في فلان وبلاغ في علان يعني افتح قضية مرة احد يبقى تقول لي هو انت ليه ما بتروحش تقدم بلاغ للسيد النقب العام يعني يا ابني مش طرف في جهات احققت انا بنورها انا اتحصلت على شيء في الميديا بطلعه الجهات عايز اتحقق ما اتحققش وانا بقعد ازن واتكلم لاجل التصويب واذا اللي انا اتكلمت عنه ده اتحبس مش هديبقى دي قمة ساعدتي يعني واذا تبرق مش هبقى انا قعد حزين ومهموم انا يعني مش ده شغل ودي شغلتنا واي حد يظهر حقيقا سقف له ونقول له برافو ده شغلتنا كده شغلتنا كده لكن انا حتى الان مصدق زميلي ازا كنت يعني نتكلم في الامانة يعني انا مصدق زميلي لا تشكيكا ولا بتاع ليه لانه هذا هو الشيء الوحيد اللي قدامي باين ازا كنت اتحقق قورة كابتن محمد عادي بقول غلط وعمل بلاغات طلع علينا الصح دلوقتي قبل ما اختم الحلقة النهاردة دلوقتي اطلع اكتب يا عمك سطرين على صفحاتك اقول ان الفيديو المصرب ده او الصوت ده مفابرك ده لا يمتل الواقع بالصلة والحقيقة بالصلة غير كده ده صوت محمد عادي ومعناها كارسة غير كده صوت محمد ومعناها كارسة ده مش يمشي فيها ده يمشي فيها تحت الكرة مش لجنة حكام لا دي كارسة دي كارسة اموما هنتابع ونشوف يعني هنتابع ونشوف اخبار ونشوف